يوما بعد آخر ينهار الاقتصاد وتتهاوى قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بينما ترفض الحكومة الشرعية لاتجاه نحو إعادة تفعيل الموارد الاقتصادية التي يمكن لها رفض الخزينة العامة بالعملات الصعبة أهمها منشأة بلحاف أكبر منشآت البلاد والتي يقدر إرادها بملياري دولار سنويا محافظ شبوة وخلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي بالمحافظة أكد أن الحاجة ملحة لكي تلتفت الحكومة نحو بلحاف مضيفا أن هناك تفاعلا إيجابيا من الرئيس هادي والسعودية وشركاء الفرنسيين لاستئناف العمل في المنشأة الغازية الأكبر في اليمن وفي وسط هذه الأخبار المتفائلة هناك عائق لم يتم التطرق إليه الإمارات التي ذكرت تقارير فرنسية أن قواتها والقوات المحلية التابعة لها حولت المنشأة إلى معتقل لمعارض أدوارها التخريبية في اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم كانت المنشآت الغازية والسواحل والموانئ هدفا ظاهرا للإمارات في كل تحركاتها العسكرية لتستخدمها لاحقا أوراق ضغط في مقايضة الحكومة مقابل مكاسب مادية واستراتيجية منها الموافقة على تأجير ميناء عدن وجزيرة سقطرة لمدة مئة عام وهو ما رفضته الشرعية التي تقول إنها تدفع ثمن هذا الرفض في بقاء العديد من الموارد الاقتصادية ومنها بلحاف معطلة لكن التعنت الإماراتية لا ينافي القول بأن الشرعية ضعيفة وحبيسة ومعدومة الأدوات وفقيرة للخيال والمناورة السياسية